مرحبا برج العقرب أهلا فيك في قراءتك العمل العمل اللي تحاول انك ترجع له أو المجال فيه مجال احتمال انت تركته يمكن تركت الدراسة يوم من الأيام ما وصلت تعليمك العالي أو ما وصلت حتى الشهادات العلية تبي ترجع إلى الجامعة تبي ترجع إلى ممكن حتى مشروع على الجانب كنت تتسويه يأتي لك بالدخل لكن شوف هنا سبب رجوعك له هو يخص الاكتفاء مش الأموال فقط ما عندنا الطاقة الخماسيات بما معناه انت قاعدت ترجع له لأنه حسيت بفراغ أيضا الامبراطور هو الشخص المتقاعد الشخص اللي انتهى من مهمة كبيرة الحين ثبت نفسه لأنه وصل إلى مستوي الامبراطور ولكن صار يعاني من نوع من الفراغ العاطفي الفراغ في الإنجاز بما أنه وصل إلى مرحلة متطورة في الحياة أنجز الكثير قام بالكثير من المهمات فالمرحلة القادمة كما أنها مرحلة أن تجد لنفسك عمل وتجد لنفسك هواية تجد لنفسك مشروع وإن كان هنا أشوفه صغير وعلى قدك وما يطلب الكثير من رأس المال ولكن يأتي لك حسسك أنك إنسان قاعد تنجز قاعد تعطي لحد الآن عندك قدرة العطاء رح نوضح الكرتات أكثر أوكي صار في صعوبة هنا أن ترجع إلى هذا المجال بسبب قرار كبير أنت تتخذته في السابق وهذا القرار له نتائج مش سهل مش سهل أننا نتجاوز مرحلة الإمبراطور سواء كانت مرحلة أو شخص ملك السيوف عندنا ملك وملكة من نفس العنصر أشوف أنه هنا ملك السيوف هو شخص فيه شخص معين وإن كان المجال اللي تركته لحد الآن فيه فرص فيه شخص معين هو اللي واقف أمامك وهو اللي رافض أن يسمح لك أن تدخل إلى هذا المجال أو هذا الشراكة مرة ثانية لأن احتمال أنت يا برد العقرب تخليت عنهم في السابق تخليت عن هاي الشراكة هذا العمل هذا الشركة ففيه شخص هنا ما يحب ذر جوعك عشرة الأكواب ملك الأكواب أنت تقول أنا أستطيع أعطي لحد الآن لحد الآن أو أقدر أقدر أتصرف بطريقة مختلفة هنا هني كأنما أنت كانت طاقتك شوية طاقة عناد هني تقول لي أقدر وقاعد توضح لهؤلاء الأشخاص لحين أقدر أني أكون عنصر فعال في هذه الشركة في هذا العمل ولحين أقدر أني أغير من طاقتي أغير من تصرفاتي من طاقة النار العنيدة إلى طاقة الماء الهادئة الأكثر انسيابية أقدر أكون متفهم هني قاعد تقول لهم أيضا أقدر أكون متعاون مش دائما رح أكون عنيد ومتملك خلا نشوف أوكي تسعة السيوف وهي في طاقة المستقبل الاحتمال أن ما رح يأتيك القبول خصوصا إذا كان عمل قديم إذا كان عمل جديد المؤشرات جدا جيدة لك مؤشرات جيدة أننا عم توجه حتى لو لا حتى الآن عندك رغبة أن تكمل تعليمك أو حتى تعملك مشروع ابتد من الصفر لا تبني على شيء أنت أسسته في البداية لا تبني على شيء موجود عندك في الماضي لأن الشيء اللي في الماضي كأنه ما خلاص أنه غلقت أبوابه ما عاده محتاجين خدماتك هني رح أبتديلك من هني السيف الصغير مع العربة اللي أنت لحد الآن ما أدركت بشكل كامل يا برج العقرب إن حياتك ماضية قدما أو أنت متجه نحو بداية جديدة نحو حياة أفضل بغض النظر أشوف هنا حياة أكثر راحة ولكن بسبب تفكيرك المستمر عن مشروع تخليت عنها في الماضي فرصة أنت تغاضيت عنها في الماضي قاعد تفكر في الفرص اللي فاتتك أيضا قاعد العربة مقاعدة تتجه إلى المكان الصحيح تركيزك مشتت عندك طاقة شك طاقة عدم تأكد هنا وين رازم أروح وين لازم أتجه شلون لازم أقدم هل أتمسك بالشيء اللي أنا حين أحاول أسعله ولا في شيء ثاني في الطريق كأنما قاعدة أشوف في شيء ثاني في الطريق خلا أوضح هاي الكرت أكثر لأن كل هاي الكرتات قاعدة تعنيلي إن الشيء اللي من الماضي ما رح ينفع معاك أنيمور ما هو الشيء القادم في الحياة العملية لبرج العقل هاي الكرتين طلعوا أربع الأغصان وست الخماسيات أنت محتاج إلى المرونة في نظرتك للأمور الأمور رح تكون أفضل نعم مثل ما قلت لك متوجه نحو شيء أفضل شيء فيه الكثير من التنقل رح تتعرف على أشخاص كثيرين أنت هناك كأنما عندك نية أن تبقى في مكان معين مع مشروع معين مع أشخاص معينين وتبني معاهم هنا يقول لك لا التغيير المطلوب أن أنت تنتقل يكون فيه انتقال ورح تمر بالكثير من المراحل مش مرحلة ومرحلتين الكثير من المنازل حتى المنازل هي مراحل الانتقال في حياة الإنسان رح تمر بالكثير من المراحل الانتقالية عشان تحصل على اللي تبقيه كأنما أشوف هنا الشيء اللي تبقيه يخص تجربة جديدة أو فرصة عمل جديدة هذا الشيء اللي مكتوب لك ولكن الشيء اللي تبقيه أنت مثل ما قلت لك يتعلق بالماضي عزيزي برج العقرب في أمور ساعات فرص احنا تخلينا عنها أو حتى هي نفسها ما فتحت أبوابها أمامنا مش معنات أن هذا نهاية المطاف مش معنات أن نقلق نفكر أو يقل تقديرنا لنفسنا أشوفك هنا يناضج وقادر على أن تخلق التغيير اللي ترغب فيه من أجل نفسك ولكن الاتجاه فقط هو اللي أنت مخطئ بشأنه مثلاً إذا أنت مفكر أنه راح تبتدي مشروعك الجديد كما ابتديت مشروعك القديم راح تنجح كما نجح الآخرون أنت اللي لازم تفهمها أن طريق نجاحك هذه المرة راح يكون مختلف أربعة زائل ستة هني عندنا عشرة ولكن راح يكون فيه خليط ما بين الأخصان ما بين الخماسيات راح تضطر هني عندك أيضاً طاقة التلميذ فقط المراهق هني نبتدي بأنك وصلت إلى مركز ممتالز هني يقول لك تريد البداية الجديدة تريد أن تكون سعيد أو مكتفي أو تتحقق أمانيك لازم تكون مستعد أن تنزل من مستوى الإمبراطور إلى مستوى التلميذ إلى مستوى توني أتعلم شنون أحط أول طوبة هذا كرت عساس المنزل توني أتعلم أحط أول طوبة وأبني المنزل محتاج بناء جديد كأنما يقول لك تخصص جديد أو حتى تتخلى عن معتقداتك القديمة لأن أوقات مثلا نحط لك إننا في وظيفة معينة وظيفة هندسة وظيفة طلب ولكن نريد أن ننتقل إلى حياة أفضل في مدينة جديدة مش شرط نظل نفكر بعطيك مثال مش شرط نظل نفكر إنه راح أحصل على نفس نوعية العمل في هذه المدينة الجديدة كأنما هني أقول لك راح يكون فيه انتقال إلى شيء شبيه مقارب في نفس المجال يمكن في الطب أو الهندسة ولكن مش الوظيفة نفسها اللي راح تكون متشابهة فيه خير كثير هذا الشيء اللي أنت راح يأخذك إذا خليت الطاقة تأخذك وين ما هي تريد تأخذك بدل ما تصارحها والظل مصر هنا الظل متمسك بأشياء ما عادت ما عادت من مصلحتك ما عادت راح تعطيك المتوقع من المردود هنا راح تعطيك مردود أسرع وأفضل وفي رقم قياسي أشوف هنا ستك إنه ما ستة شهور خلال تقريبا ستة شهور إن شاء الله ولكن لازم هنا تدخل بعقلية جديدة عندنا كارت العربة هو كارت برج السرطان احتمال أنك أيضا تتعامل مع برج الحمل أو الأبراج الهوائية لازم تدخل بعقلية منفتحة مش شرط أني أنا ظلت تسع سنوات تسع شهور سنوات طويلة في نفس الوظيفة إنه لازم إذا راح انتقل لمدينة ثانية بلد ثاني لازم أظل في نفس المكان أو على الأقل نفس الوظيفة أو مظيفة مشابهة خل عقليتك تكون فرش جديدة خذ الطاقة الشبابية طاقة الشخص المستعد أن يعمل في أي شيء من أجل أن يثبت نفسه ملكة السيوف هي الطاقة اللي راح تحتاجها وهي الملكة اللي دائما عندها شيء تثبته مش مهم شنو اللي تثبته ولكن تريد أن تثبت نفسها هذه الملكة محتاج هذا الشيء إنه تركز مش على الشيء نفسه الوظيفة نفسها المشروع ونوعية نفسه كثر ما تكون منفتح نحو هاي كارت الإنفتاح تكون منفتح حول الخيارات اللي راح تكون قادمة في طريقك يعني خليك شوي مرن إذا أنت مثلا تعمل في مشرف الآن مشرف في مصنع مثلا وأتاك عمل أيضا في مصنع ولكن الرتبة جدا مختلفة كن منفتح محتاج تبني من جديد في مكان ثاني من أجل أن تتحقق أمنيتك من أجل أن تحقق نفسك وذاتك لأن ذاتك ما راح تحققها وإنت قاعد تبني على البناء القديم عزيزي برج العقرب هذا هي الرسالة لك في الجانب العملي خلينا ننظر الحين إلى الجانب العاطفي طبعا هذه القراءة العاطفية راح تكون عامة مش خاصة ب مثلا منفصلين أو مرتبطين أو غيره وخذ الرسالة بما تناسب وضعك مع الشرك برج العقرب الوضع العاطفي لشهر يونيو أول كرت مرة ثانية سقط عندنا الأمبراطور احتمال هذا الشخص أو طريقة التبكير هذه قاعد تأثر حتى على حياتك العاطفية ثمانية السيوف أوكي في شخص قاعد يسبب لك نوع من الحبس النفسي راعد كأنه ما يخنقك شوية شوية وجوده في حياتك يخنقك بغض النظر منهما هذا الشخص أنت تحس أن تريد أن تتحرر من قبضته لأنه دائما يكون عنده مبادرة جديدة دائما في مبادرة جديدة مشروع جديد فكرة جديدة تخليك ترجع لأحضان شخص أنت حطيت في بالك أنه ما راح ترجع له أو تريد أن تتخلص وتتحرر من قبضته عندنا أيضا الغصن الصغير لأن هذا الشخص صاحب كريزما أيضا جدا ممكن أنك تتعامل مع شخص من الأبراج مثل ما قلت لك هني عندنا حمل الأبراج النارية حمل أسد قوس أو ممكن حتى الأبراج الترابية ممكن شخص من الأبراج النارية أوه اللي قاعد يمنعك عن البداية اللي أنت تريد أن تحققها مع الشخص اللي من البرج الترابي جديد ثور عذراء خلينا نشوف آخر كهر أربع الخماسيات محتاج أن تكون أكثر حذرا في التعامل مع وضعك المالي في شخص هني أشوفه صاحب كريزما عليك صاحب أثير بسرعة يقدر يأثر عليك عاطفيا بأقل هني دائما عندنا الغصن الصغير ولكن بالغصن الصغير يقدر يحقق معاك الأثر الكبير تأثيره كبير وقوي عليك ما تستطيع ترفض لطلب ما تستطيع ترفض رجوعه في حياتك هل المطلوب أن تنفصل عنه لا المطلوب هني ما بين ثمان السيوف وأربع الخماسيات أن توجد لنفسك أنت في محيطك الداخلي طريق صحية لأن تخلي يعني مثلا هذا أنت محيطك الداخلي وهذا أهوى تخلي بينك وبين حدود خصوصا في الأمور المالية هذا الشخص لتأثير كبير عليك وعلى مادتك وعلى وفعك المالي عندما كن حذر لازم أنت لتتعلم تمسك العسا من المنتصف احتمالنا شخص أصغر سنة منك ثلاث الخماسيات تحت الأمبراطور مثل ما قلت لك دائما عنده فكرة جديدة مشروع جديد كلام جديد يتكلم معاك فيه مثل طاقة السحب ثمان السيوف عشر الأكواب ما تقدر هذا الشخص أنت ما تقدر تعيش معه بسلام وفي نفس الوقت ما تقدر تعيش بدونه احتمال بينكم الحب بينكم تاريخ بينكم ماضي بينكم عشرة بينكم أسرة في صعوبة أن تتخلص من هذا الشخص الخماسي الأول هو خماسيا طاقة تلاعب تلاعب ولكن تلاعب بالعواطف يعني عنده تلاعب ولكن بأكثر من أسلوب ثمان الأغصان طاقة التغييرات السريعة المفاجئة أنت حتى نفسك ما تعرف مثلا تنفصلون عن بعض أنت حتى ما تدرك متى كنتوا منفصلين ومتى رجعتوا لبعض بسرعة الأمور تمشي بينكم وتخرج عن سيطرتك خلا نشوف ما هي نوايا هذا الشخص هنا في أربع الخماسيات لنشوف لتأثير على وضعك مو شرط بس وضعك المادي ممكن حتى نموك وين أنت قاعد توصل وتتطور في الحياة من توصل معاك إلى الأربعة يتوقف النمو ويرجع معاك لنقطة الثلاثة هنين نبتدي وهنين ننتهي دائما نفس الدائرة ما نوصل لمرحلة الخمسة ستا ونكمل الدائرة دائما يتوقف النمو والنضوج بينكم أو حتى التطور في العلاقة إلى مرحلة الأربعة وبعدين دائما رجعك إلى ما يوصل معاك في رجعتها إلى الخمسة يرجعك إلى نقطة البداية خلا نرجع لبعض خلا نكلم بعض شيل عني البلوك يعطيك أمل في نوع من الأمل نوع من الدعوة الرسائل اللي تخليك أنت مو تقدر تقاومها رجوعك أنت أيضا يكون سريع هل نشوف نية هذا الشخص نية ملك الأرض هذا الشخص عند دنيا أن يكون مستقر موديا مو فقط موديا يكون مستقر أسريا مستقر في حياته في المنزل في حياته الخاصة في أوضاعه في وضعه حتى بين الناس الشخص المطلق وضعه ما يكون استقرار كثر مثلا الشخص المرتبطة لحياته تنعم بهدوء وبطمأنينة هذا الشخص يرسم وينظر إلى الأمام يبي حياته تكون مستقرة وحياته ما تكون مستقرة إلا بوجودك أنت في حياته أنت تكمل جزء مهم إن كان مادي إن كان حتى في العطاء العطاء أوكي إن كان حتى الحب لأن أنت برج العقرب طاقتك الطبيعية هي طاقة الماء يمكن أيضا يحتاج منك طاقة الماء عشان يكمل جانب مهم في حياته ولكن دائما يا برج العقرب كن حذر مش شرط أنك تنفصل عنه ولكن مهم أن تعلم الآخرين شلون يعاملونك كأنما هني قلت لك أشوف طاقة تلاعب طاقة رح أتبع معاك أكثر من أسلوب وأشوف أي أسلوب يجيب راسك رح أجرب معاك كذا وكذا وأشوف ما هو أفضل أسلوب يتبع معاك أنت عشان أحصل على رغبتي رغبتي الاستقرار رغبتي أيضا دائما طاقة الأرض هي أيضا طاقة البرستيج الاجتماعي طاقة الرجل الهيبة المرأة حتى تكون لها هيبة وسطها بين الناس لها كلمة لها هذا الشخص نيةه وهدفه الأساسي هو الاستقرار كأنما أشوف أنت هنا نيتك هي السعادة تبحث عن سعادتك تبحث عن اكتمال في مشاعر جزء من المشاعر ناقص عندك في شيء في شخص داني ممكن في شيء أو في شخص داني حتى ما تقدر تحصله مع هذا الشخص مع هذا الشريك ممكن أنت أيضا في حياتك أكثر من الشخص هنا طاقة الخيارات ما تقدر تحصله مع هذا الشريك ولكن في نفس الوقت لك ما تعرف تتخلص منه بسرعة يعرف يمشي الأوضاع يخلي العجل الدور بسرعة يعرف يجرك إلى مهمة جديدة دعوة عشاء خل نطلع خل نسافر يتكلم معاك يطرج لك رسائل بسرعة عنده طاقة السحب أسحبك إلى محيطي مرة ثانية لأن محيطة ما يكون بنفس مستوى الاستقرار بدون وجودك فيه وإن كان هذا الشخص يمثل أنه هو يقدر يسوي كل شيء بنفسه تأكد أنه أنت اللي هني مهم بدونك أنت ما يقدر يسوي لشيء تكون عنده العناصر ناقصة شوف هني المفتاح العمود عبارة عن مفتاح أنت المفتاح لاستقرار حياتك وهذا النصيحة وهذا المعلومة خذها أعرف قيمة نفسك قيمة تأثيرك على حياة الشريك عشان تختار الصح من أجل نفسك وحي رح ننتقل إلى الأخبار القادمة في طريقك أو اللي أنت بنتظرها خلال شهر يونيو شهر ستة إذا كنت بنتظر مثلا نتائج فحوصات تأشيرة موافقة على مشروع بغض النظر هذا هو جانب الأخبار في شخص حصل على مرادة قبلك ممكن يكون مرادة في الزواج مرادة في العمل نجاحها في البزنس حصل على مرادة قبلك ودائما كان يتصرف أنه هو أفضل منك ولكن كف الميزان والعدالة رح تتحقق خلال هذا الشهر إن شاء الله رح تأتيك تكتشف شي عنا أو تأتيك أخبار عنا رح تكتشف حقيقة الواضح ما بين هني خمس الأخصان طاقة الصراع وهني الكوبين كأنما هيصير واجهة هذا الواجهة وهذه هي حقيقة وضعه إن هذا الشخص غير مرتاح إن هذا الشخص ما حصل على اللي حصل عليه عن طريق يتبع سلوب مستقيم كان محتال عشر الخماسيات شي طبيعي إن لما أنت تحصل على مرادك أنا أشوفك هني يا برج العقرب أنت تحاول تسوي الأمور بالطريقة الصحيحة في أي شي ممكن نكون إحنا ممكن تكون تحاول تحمل تقوم بالأشياء الصحيحة أنك تذهب للطبيب تأكل الأطعمة اللي ينصح بها الطبيب تأخذ الدواء تتابع علاجك مع الطبيب الشخص الثاني اللي يدع إنه أفضل منك مثلا حمل أسرع منك حصل على المشروع البزنس قبلك هذا الشخص قام بأساليب ملتوية ممكن إنه تتبع السحر والجدل ممكن إنه قام بنوع من الاحتيال خصوصا في المشاريع فشي طبيعي رح تتضح لك الصورة بداء من شهر يونيو إنه أنت أساسك أسسته على أسس صحيحة أوكي آخر كرت أوكي هذا الشخص اللي كان دائما يدعي إنه يد عليا أو أفضل منك أول شي لازم تعرف الأخبار القادمة في طريقك هي أخبار توفيق وأخبار بنيان مستقر عشر الخماسيات بنيانك رح يكون مستقر مهما كان الشي اللي قاعد تحاول تسعيله لما توصل له ولما تحصل عليه رح يكون قوي مش قابل أن ينهز ما تهزه ريحه لأنك تعبت عليه لأنك ما رضيت بطرق الاحتيال أو الطريق المختصر الطريق السريع عشان تحصل عليه وهذه أيضا النصيحة لك أن لا تتبع الأسلوب الطريق المختصر أو الأسلوب الملتوي عشان تحصل على مراتك في الحياة إذا تريد أن تحمل ذهب إلى الطبيب لا تتبع مثلا أسلوب الشعوذة أو أسلوب الناس اللي يدعون أنه رح أفك لك السحر وأجلب الحبيب وهذه الإدعاءات الباطلة لأنه في النهاية رح تتضح الصورة رح تتضح الصورة اللي يقومون بالدجل اللي يقومون بالأشياء الاحتيالات التجارية كلهم رح إلا ما يوم من الأيام تنكشف حقيقتهم لما تنكشف حقيقتهم رح تشوف أنه ينسحبون من حتى أنه هني عندهم طاقة الانسحاب ينسحبون من أنه يحطون عينهم بعينك يا برج العقرب ولكن لا أنت أيضا تتنازل عن مبادئك وعن إيمانك وتذهب إلى كأنما هني أنت شوفك شوية تمللت من الانتظار تريد أي طريقة عشان تحصل فيها على مرادك مرادك آتنك في الطريق مكتوب لك هنا قاعدة أشوف هاي الكرتين مع بعض مكتوب ومقرر فلا أنت تخرب على نفسك بأن تقارن نفسك مع هؤلاء الأشخاص وتتبع درب شبيه لدربهم سوف أشوف لك هني الطاقة التحذيرية للشهر هاي الكرتين تتكلم عن الشخص اللي يمشي أثناء الحلم أو اللي يمشي في حلمه حتى رقم ثمانية هو رقم عملي رقم مضاعف تذكر لما ابتديت معاك القراءة العملية يا برج العقرب وقلت لك أن لا تقلل من قيمة الفرص اللي آتتنك في الطريق وإن كانت مفيدة خصصك وإن كانت أقل من المنصب أو الخبرة اللي أنت تمتلكها في الحياة لأن أنت ما تعرف الصورة كاملة أنت ما تعرف شنو قاعد يصير أو مكتوب لك خلف الكواليس الرقم الثمانية يقول لي وإن كانت تشوف هاي الوظائف أو الوضع رح يكون أقل من مستواك ولكن بقدرة قادر يهني الرقم يتضاعف المقابل المردود طريقة حتى نموك في هذا العمل البسيط الجديد المشروع العلاقة الجديدة أي شي كان أمامك وإن كنت متخوف من البداية الجديدة ولكن بدل أن تمشي خطوة خطوة مجرد قبولك أن تمشي خطوة خطوة بعدين رح تمشي ست خطوات أو رح تتخطى خطوات أكثر في وقت أقل هذا الرقم يقول لي أنك رح تحقق مرادك في وقت قياسي أقل مما حتى أنت توقع ولكن لازم تكون مستعدة أنه شوي في بداية الدرب تقدم تنازلات تمشي أول عشر خطوات أو الأمية خطوة بدون أن تطالب بالكثير تثبت نفسك يعني يتكلم لك أيضا عن الأوهام تثبت نفسك لا تقول أنا كنت وأنا كنت والماضي كان تثبت نفسك من جديد في هذا الدرب عشان تحصل على ما تريد وإيضا رح تشوف لك طاقة الحيوان أو الطاقة الحيوانية اللي رح تحتاجها في هذا الشعر هذا الكارتن جلوب النمل الناري أنصره ناري أيضا قلت لك ممكن جدا أنك تكون تتعامل مع شخص من الأبراج النارية ولكن بغض النظر النصيحة لك شنو معروف عن النمل جدا مجتهد وجدا منظم مجتهد مجتهد ما عنده وقت يفكر هنا لا تنسى عندك طاقة الأوهام والأحلام تعزف على نغمة قديمة شوف هنا العزف على نغمة قديمة هنا طاقة ما عندي وقت لازم أدخل وأنفذ الحين وأدخل أنفذ الموضوع بشكل كبير ما عندي وقت أنتظر ما عندي وقت أأجل هذه الطاقة أنت محتاجها طاقة العمل والاجتهاد والني أنغمس النمل ينغمس في ما يعمله النمل ينغمس حتى في العمل الجماعي ينغمس ما ينسحب محتاج هذه الطاقة عزيزي برج العقرب هذي كانت قراءتك لشهر يونيو أتمنى لك كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر